قبل وحتى هسه الزلمة من يطبل الديوان يندل مقعادة يعني يندل وين يقعد ويندل حلقة من يسولف بمعنى الرجل يحتكم الى نفسه في كل شيء هاي بالدواوين من شانة الزلم زلم من تتعرض للانتقاد ما تنام اليلها ويقل لها قبل الكلمة اقصى من الشيالة ومن يشوفون واحد بالديوان ساكد يقل لها مفلان شو ما تحتي يقلهم اكل الحاج الشراية من هذا ردقول بهذا البرنامج وبهاي القناة شولفنا هواي وحذرنا هواي ناصحين لما نقول ناصحين لا ندعي باننا افضل من غيرنا لكن ندعي باننا انظف من غيرنا من قلنا من قلنا اذا تريد ان تصير مسؤول بالدولة ممكن ان تصير مسؤول سادفك فرصة عندك عرف يم الولد القدر يصادك يمك وحده مدين شلون شكلها ستوديك سير مسؤول لكن من ان تصير مسؤول يجب ان تمتلك القرار والقدرة على صناعة القرار والتأثير في تنفيذ القرار حتى تصير زلمة والصير مسؤول اما ان يطبخ لك القرار في غرفة وينقل اليك من غرفة ويجيك معلم من غرفة او تفتح وعليك الاتنفذ هذا هو الموت بعينه هذا هو الدمار بعينه لانه انصاف واشباه الرجال لا يقون على بناء الدولة واللجوء الى انصاف الكفاءات لا تبلي الدولة الدولة تحتاج الى رجال واقل ما يجب ان يتوفر في الرجال هؤلاء الرجال اعتهم شرف المسؤولية وشرف المهنة وشرف الخصومة انا اجيبك تحكم دولة وتقود وزارة وتقود مؤسسة يجب ان تكون لديك مؤشرا على انك رجل مو اسبك رجل يهواي عن وحشة الليل ولذلك تشوف الدولة هلكت انبعت انباقت اتفرهدت الفضائح التي نسمعها اليوم ما سمعناها ولا اعتقد جيلا بعدنا سيسمعها بسبب انه هنالك وان هنا الفاسدين في هذه الدولة الذين جاءوا ليحتكموا على الدولة وعلى الشعب وعلى الانوال وعلى الاصوات الحرة الشريفة وان ينهبوا كل ما موجود لذلك يوميا عدنا فضيحة يوميا عدنا شاينة يوميا عدنا طلابا يوميا عدنا فاسد لذلك اقول وواثقا من قولي هناك ارادة الهية من الله سبحانه وتعالى ان ينتقم لهذا الشعب من كل ظالم منكم ومن كل فاسد وانا قلتها واقسم على قولي والله 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 لو جاء من السماء بمحدا وعلى يمينه ملكا وعلى شماله ملكا على ان يبدي دولة فيها سلاح خارج طاقة دولة وفيها ميليشيات اكثر من وقحة وفيها دولة عميقة ما نجحت قط ورب الكعبة تريد تبني دولة طهر البلاد والعباد من هذه الشردم ومن هذه الطغمة التي اكلت الدولة وأكلت الحكومة وأكلت في السماء وأكلت في الأرض وما زالت تعيث في الأرض فسادا إذا قبل سنتين ثلاثة كان عدها قطرة من الخجل الآن الخجل صار يخجل منها لش وكت البلد راح يبقى بهذا الشكل لش وكت نزيف الدم بهذا الشكل فضايح مسؤولين فضايح لا أخلاقية وصلت إلى حد تصوير الأفلام نساء تختصب أموال تهدر المجاهرة بالفساد ليلاً ونهاراً على عيوننا ووصلنا إلى هذا الحال المجري لأن هناك من قرر أن يسكت ولكن هيهات أن يسكت الشرفاء وفي بعض الأحيان هناك من يتحدث كذباً وزوراً بالفساد ورح تعرفون ولو أنت كلش تعرفون لكن يسقطون الشرف ليس فيه الدهاء الشرف أما أن يكون غريزةً في قلوب الرجال وأن لا يأتي ولا يثبت بعنوان آخر موسيقى 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 موسيقى